بعد استكمال تجهيزاته بتوجيهات ملكية سامية باشر المستشفى الميداني الأردني أعماله في العاصمة اللبنانية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرح الانفجار الذي وقع مؤخراً في مرفأ بيروت وقد تم تحديد موقعه في منطقة تلزعتر القريبة من مقر وزارة الدفاع اللبنانية حيث يتضمن المستشفى الذي يشف عليه تسعة وتسعون طبيباً ومصعفاً ثمانية وأربعين سريراً وغرفتين لإجراء العمليات الصغرى والكبرى وعيادات خارجية وطوارئ ومختبر وأشعة وتعقيم وقسم عناية حثيثة وأقسام للرجال والنساء على صعيد متصل ثمنت الجالية اللبنانية في عمان وقوف المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدته على التخفيف من أثار الانفجار وإعادة الاستقرار والبناء إلى ربوع بلادها وقال رئيس الجالية فؤاد أبو حمدان في بيان صحفي إن ما قدمه الأردن قيادة وشعباً وحكومة أثلج صدور اللبنانيين حيث يعد المستشفى لبنة جديدة تضاف إلى سجل المواقف الأردنية المشرفة تجاه لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر